ذكرت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مسؤول أمريكي قوله إن الولايات المتحدة تحدثت مع مصر وقطر بشأن تقديم مقترح اتفاق جديد لحماس وإسرائيل خلال الأسبوع المقبلة وأضاف المسؤول الأمريكي أنه من غير الواضح ما إذا كان مقتل ستة محتجزين سيقرب أو يبعد التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة كما نقلت الصحيفة عن مسؤول سابق بالخارجية الأمريكية قوله إن رئيس الحكومة الإسرائيلي بن يمين نتنياهو أصبح تحت ضغوط أكثر لقبول وقف إطلاق النار في غزة